السلام عليكم الإخوان أتمنى تكونوا بألف خير وعافية في قناة عين على التقنية اليوم في هذا الفيديو سأقوم ب سأريكم عفوا طريقة تحديث هذا النوع من الرواتر المتنقلة التي أصبحت يعني شركات التصال تقدمها للزبناء وهذا النوع من الرواتر هو من شركة هاواوي طبيعي الحال ويمتاز على أنه لاحظوا هنا اللوغو الخاص بشركة هاواوي يمتاز بأنه إشارته جيدة هو من نوع 57 85 ويمتاز بأنه يمتاز بشيئين يعني قوة البطارية التي تدوم لأكثر من 6 ساعات إلى 7 ساعات حسب الاستعمال ثم أن الإشارة إشارة قوية يمتاز بأنه يدعم شبكات 3G 4G و 4G بلاس فعلى بركة الله نقوم بتحديث أحديثي هذا الروت فلتحميل الصوفت وير المناسب وأؤكد على أنه يجب تحميل الصوفت وير المناسب الخاص بالجهاز لماذا؟ لماذا؟ لأنه تحميل صوفت خاطئ سيؤدي إلى توقف الجهاز وحدود مشاكل كثيرة فنفتح المتصفح ثم نذهب إلى هذا الموقع هذا الموقع هو خاص بتحميل جميع أنواع الفايروير أو الصوفت وير الخاص ب عدة أجهزة منها شركة هواوي ونختار يعني نفس نوع الموديل الذي لدينا أنا لدي هواوي E 57 85 فنضغط على هواوي E سيريز سنضغط عليه بعد ذلك يحولنا إلى يعطينا عدة عدة أنواع سنبحث على الموديل E 57 85 80 نعم أعطينا يعني بالفعل أعطينا عدة نماذج من كما تلاحظون 57 85 ولكن نموذج الذي لدي الآن هو 57 85 80 L H 92 A نضغط عليه هنا ثم نختار يعني يعطينا عدة تحديثات لاحظوا فنقوم بتحميله من هنا للإشارة فهذا الموقع يحتاج إلى اشتراك هو اشتراك بسيط وبسيط جدا يعني حوالي حوالي يعني خمسة دولار خمسة دولار يمكنك أن تستخدمها في تحميل عدة أمور وعدة ملفات موقع رائع ورائع جدا سأترك لكم رابط تحميله أسفل الفيديو ثم بعد ذلك نضغط هنا إلى دولود ونبدأ في تحميل هات هات ملفين اثنين الأول خاص بالصوفت وير والثاني خاص بواجهة الاستخدام يعني نقوم بتحميل الأبدايت والواجهة الويب الويب يعني يعني يجب تحميل هاتين أو هذين الملفين مع بعض نقوم بعد ذلك بتثبيتهم على الجهاز فبط فبطبيعة الحال أنا قمت الآن بتحميل الملفين ملف الويب وملف التحديد update الآن سأقوم بتثبيت الملف الأول وهو update كما تلاحظون نقوم بشبك الروتر مع منفذ اليسبي الخاص بالحاسوب ثم نضغط على الملف يحولنا مباشرة إلى هذه الواجهة عفوا أعطاني يعني أنه يجب أن نقوم بغلق نعم 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 أعطاني أمر بأنه يجب غلق جميع الأوامر لاحظوا نضغط مرة أخرى على الملف الملف ونسخة 21 نقطة 235 نقطة 01 نقطة 00 نقطة 375 نضغط على start أو commence يبدأ في تحميل الملف في التمرير ونلاحظ على أنه سيكتب لنا الروتر install عندما تبدأ الدائرة بالدواران نعم لاحظوا فهذا يعني أن الملف يتم تمريره الآن لاحظ لاحظوا يبدأ الملف في التمرير نتمنى أن يصمر للنهاية دون مشاكل ونذكر على أنه كما هو مكتوب يعني يجب أن يكون أول الحاسوب بطاريته مشحنة ثم لا يجب أن نقوم بفصل روتر عن الحاسوب من وصلة ال USB ثم لا نفتح تالتا لا نفتح أي برنامج آخر وأخيرا لا يجب أن نقوم بإطفاء الحاسوب الحاسوب نعم لاحظوا ميزاجور ريوسي طبيعي حتى تمت العملية بنجاح ولله الحمد وننتظر إلى أن يقوم روتر بإعادة التشغيل بشكل تلقائي لاحظوا welcome الحمد لله تمت العملية بنجاح ولكن يجب أن نعيد أو نقوم بتحديث الملف أو تتبيت الملف الثاني ملف الويب ضروري من تحديث الواجهة هي الواجهة الخاصة بإعدادات الخارجية للروتر نفس العملية يبدأ في تحميل الملف وينطفئ الروتر ويعيد تشغيل نفسه ويكتب انستالين انستالين وبعد أن تبدأ الدائرة بالدواران فهذا يعني أن الملف يتم تمريره بشكل رائع ودون أي مشاكل ننتظر إلى انتهاء التمرير الملف لاحظوا نضغط ترميني ولاحظوا على أنه الروتر يعيد تشغيل نفسه والحمد لله تمت العملية بنجاح تمت العملية بنجاح و لله الحمد وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتحديث الروتر بنجاح والتحديث كما هو معروف فإنه يحل عدة مشاكل في الإصدارات القديمة كمشكل البطارية أو مشكل الإشارة وغيرها من المشاكل مع بعض الإضافات التقنية التي تصبح متوفرة في الجهاز فأرجو أن أكون قد أفدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته